بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة المثال التطبيقي على الموازنة الشملة تنتج شركة نموذجين من المكاتب نموذج واحد ونموذج اثنين نموذج واحد ده يعتبر المنتج الأول ونموذج اثنين ده يعتبر المنتج الثاني يبقى الشركة بتصنع مكاتب في شكل نموذجين سعر بيع الأول 60 ريال والثاني 90 ريال وتتوقع أن تكون كمية مبيعات العام القادم 1437 كما يلي ربع الأول والثاني والثالث والرابع المبيعات السنة متأسمة على إربع نموذج رقم واحد أو المنتج الأول مبيعاته 2600 5000 4000 ده كميات المبيعات المتوقعة خلال العام القادم النموذج اثنين اللي هو المنتج الثاني كميات المتوقعة خلال العام القادم في الربع الأول 5000 والثاني 2000 والثالث 1000 والرابع 7000 وتود الشركة الاحتفاظ بمغزون انتاج تم ربع سنوي كلمة الاحتفاظ ركز فيها تود الشركة الاحتفاظ يعني آخر المدة آخر المدة يبقى الاحتفاظ لا يكون إلا في نهاية المدة يبقى لما قولوا تود الشركة الاحتفاظ بمغزون انتاج تم ربع سنوي يعني ده اللي هيبقى آخر كل ربع يعادل 25% من مباعات الربع التالي هيبقى شوف الربع لحال ايه اسيبه واخد الربع التالي واضربه 25% وبمغزون من مواد الخام ربع سنوي يعادل 50% من احتياجات برنامج الانتاج خلال برضو الربع التالي فاذا علمت ان احتياجات النموذجين من المكاتب من المواد الخام والعمالة كما يلي النموذج واحد يصنع من الخشب الزين ولا يصنع من الخشب البلوط طب عشان يصنع من الخشب الزين كل نموذج او كل مكتب محتاج 10 قدم او 10 متر بسعر 1 و 6 من 10 ريال للقدم الواحد طب وبيحتاج من العمل المباشر ساعتين اتنين ساعة بسعر كلمة بسعر معناها معدل اجر معدل اجر معنى كلمة بسعر يعني معدل اجر 6 ريال للساعة النموذج اتنين او المكتب التاني ما بيتصنعش من الزين بيتصنع كله من الخشب اللي هي البلوط بيحتاج المكتب الواحد اتناشر قدم او اتناشر متر بسعر اتنين ريال للقدم طب احتياجاته من العمل المباشر ثلاث ساعات وبسعر او معدل اجر 6 ريال للساعة وان مغزون انتاج تام اول المدة في اول عام سبعة وثلاثين تمنمية مكتب من النموذج واحد و الف ومائتين مكتب من النموذج اتنين وان مغزون مواد دخام اول المدة من الخشب الزين عشر تلاف وخمسمية ومن الخشب البلوط 24 600 فالمطلوب اعداد موازنة المبيعات اعداد موازنة مغزون الانتاج التام اخر المدة اعداد موازنة كمية الانتاج اعداد موازنة مغزون المواد الخام اخر المدة اعداد موازنة مشتريات المواد الخام اعداد موازنة العمل المباشر في هذه المحاضرة هنركز على المطلوب الاول اعداد موازنة المبيعات حل المثال التطبيق على الموازنة الشاملة رقم واحد موازنة المبعات Sales Budget تعتمد على العلاقة الرياضية كما خدناها بكده أخذ كمية المبعات المتوقعة واضربها في سعر رباية الوحدة المتوقعة تديني قيمة المبعات المتوقعة وانطبق هذه المعادلة في الجدول التالي أدى عندي نموزجين نموزج واحد ونموزج اثنين نموزج واحد كان محدد سعر رباية الوحدة منه 60 والتاني كان 90 الربع الأول والتاني والتالت والرابع دي كل ده معطا كمية المبعات هنا معطا 2000 6000 5000 4000 مجموحهم 17000 لما اخذ الأرقام دي واضربها في الستين لما اضرب الكمية في السعر يطلع علي القيمة يبقى 2000 في 60 ب120 ألف 6000 في 60 ب360 ألف 5000 في 60 ب300 ألف 4000 في 60 ب240 ألف مجموعة القيمة مليون وعشرين ألف نفس الكلام بنطبقه في النموزج اثنين اللي هو كان سعر الوحدة منه كان 90 أنا عندي الخمس تلاف والألفين والألف والسبعة تلاف دي كل دي معطاة اللي هي كمية المبعات المتوقعة في كل ربا مجموحهم 15 ألف أضرب الكمية في السعر عشان يديك القيمة 5000 في 90 يديك 450 ألف 2000 في 90 108 ألف 1000 في 90 ب90 ألف 7000 في 90 ستمية وثلاثين ألف وجمع قيمة المبعات مليون 350 ألف اشتركوا في القناة